يا ابني يا حبيبي انت فاكر لما تجيب جنبي وتلعب في ملعب جبومة اللي الناس كلها بتنتقضه وتحطه على جنبي وتعامل جنبي معاملة الملاكم اللي جاي دفعه تضرب بس. انا هسد انك متضخب كبير او هسد ان جبومة ملحب تلاعب عليك ورد قدم. يا ابني يا حبيبي انت عايز تبرر حاجات ومع الاسف مش عارف تبررها. انت عايز تبرر منتخب الكاميرون في دولار باعه على الشخاطر هو منتخب كوي. انت لها في دولار باعه علشان ما قبلتش ولا فريق كوي حتى الان. عايز تبين ان الملاعب بتاعتها كويسة والعيف في الاخصام اللي هو الخصوم اللي هما كانوا بيشتكوا ان ارضية الملعب سيئة. لأ جابومة ملعب سيئ. ما تلاعبش على كرة قدم. ومنتخب الكاميرون مش منتخب كوي. حتى لو اجبتلي النهاردة وفرقة جنبيا واعدت بديها طول الماضش. مش هيفرق معي. انا عارف انك مش منتخب كوي. ليه بقى? انك لما جيت تلاعب على ارضية سيئة زي جابومة وعايز تثبت للناس كلها ان الارضية صالحة للعب. ولعيف في كومنتو. لعيف تكور علي. او ايه اني لعيف تكور طويلة وكور علي. اللي هو بسم الله ما شاء الله احنا مش عارفين نلعب على الارضية دي كور من رجل لرجل علشان خاطر الارضية سيئة. طب. احنا منتخب بلعب كور علي بس. انت كده قوي يا ابني يا حبيبي. لا امن عندي فنسة اببكر عمالي ضايع. انت جاي دلوقتي تقنعني ان انت منتخب قوي. وجاي تقنعني ان جابومة ارضية كويسة. وجاي عايز توصل رسالة لمصر او المغرب اللي هتقابله في دولة اربعة ان انت منتخب قوي. لا انت منتخب قوي. ولا انا هسدى ان ك منتخب قوي. ولا اراضي ملعبك اراضي كويسة. ولا هسدى ان انت ممكن تخوفني كمصر او المغرب من هنا لحد الكاميرا اي من الحد التليفون يا بشا. مش هخاف منك ربع متر. لان انت منتخب زي. انت من اول البطولة فينتاوباكر اي كامبي فينتاوباكر اي كامبي فينتاوباكر اي كامبي بس شغال على اثنين دول بس كل الباية عندك في الملعب مفيش افكارك مفيش لان ات عملت لعب كورت ولاي فلما تيجي النهاردة تلعب فرقة زي جامبية مقتنعين يا مجتناعين ان هم خاصنين قبل ما ينزلوا الملعب اساسا ومدربهم بيليك احنا خاصنين بيتزب التمانين في المية تفجأت لعب على العشين في المية ليه تاعيبني وتاعب اللعبة بتاعتك واجع قلبك واجع البناء كلنا وب تلعب على عشرين في المية ليه. ما ده لها العشرين في المية. وانخلال الموضوع مية في المية. فانا يا باشا معلش انا مش مضطر اصدقك ان انت فرقة جامدة عشان لعبتلي وانسا تجي مقدام فرقة. جاي عارفة ان هي هتتغلب ويتلعب على وانسا تجيب. مباراة سيئة. مباراة سيئة جدا. بس مع الاسم يشاري انت حاطت قراءة عن نفسك علشان ده وصل دولار باعه. يكون اول مطشي لك كوي تلعبه في دولار باعه. وبعد يقول يقول هاي منتخبنا كوي. شغل نفسك بالزبط يا ابني حبيبي. انا كنت بحبك في ايام برسلونة وكنت بحبك لما كنت تلعب الكورة. مش هارف لما مسكت تحت الكورة ما لك يا حبيبي يعني. حسست ان عقلية عمرها في حياتها ما راح تحترف اسفو اوروبا. مش هارف والله المشكلة فيها اللي فيكو عما يدتو والله يعني. لو في حد صدق ان منتخبه الكاميرا منتخب قوي جدا وكسب جامبي علشان هو فريق كبير جدا. ولعب على ملعب احجبوما مباراة مميزة عشان هو منتخب كبير وارضة تصلح للملعب. يقول لي انت انا مختلف معاك. وهلغي السابسكرايب وهلغي اللايك. وانت متفق بقى قول لي يا سيطرة عندك حق. وقول لي هعمل لك لايب. وعمل لك سابسكرايب. وان شاء الله بإذن الله لو تقول نشحة على القناة. مش هعارف بيك. بص. انا مش هكتنع بيك لو لعبت اللي ماتش وانسى الجيم على جنبي. مش هكتنع بيك ابدا. مش مكتنع. مش عارف ابلعك من اول بطولة انك فرقة قوي. مش عارف ابلعك والله. انا عارف انك عندك سفاح زي بنت طيب بكر. عندك لعب كويس زي اكمبي. بس مش دول هيوموا فريد. اونانا حارس كويس. خط ادفاع مهزوز وزي الفل. خط نص مقبول. بس انت مش منتخب قوي. مش هفضل انا اقول لالاربع ده او لك انت مش منتخب قوي علشان خطر. ما نصدرش نحرق في كلام كتير. ده وجت نظر على النبراء ان الفرقة بتاعة جنبيها كانت جاية وبعدها بتغطر. وبعدها تلبس الهدف التاني. فبعناها ان الفرقة تكون عبارة عشوية ملل. فما يفعش انك تعطول ان الكاميرون قوي جدا لانه عمل كذا في جنبيا. الكاميرون مخيف لمصر او المغرب لانه عمل كذا في جنبيا. لانا صدقني الموضوع مش زي ما انت فهمه خطص. لو عقبك بقى الفيديو اعمل لايك. لو ما عقبكش الفيديو فاقب راح تكبرو انا اطلب منك شبال لايك policies في ليت 몇 جدا لانها يكوان بالفعل